موسيقى 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 آه طبعا عارفة الكتابة كأنها منفذ. منفذ نفسي هو لما بيبقى الإنسان مخلوق بالموهبة. بيبقى الموهبة دي الشيء في تركبته النفسية. لازم يعيشه عشان يقدر يكون سوي. أو يقدر يمارس الحياة بشكل كامل. كشخص كامل لابد يعيش موهبته. أيا كان نوع الموهبة. كانت رسمة، كانت موسيقى، كانت غنى، كانت كتابة. أي نوع موهبة داخل الإنسان لابد من ممارستها لتكتمل إنسانيته. أنا عجبني قوي بقى الجملة دي. يعني أنا النماذج اللي بعدي عليها مع حضراتكم يوميا. بتبقى ناس معظمها. اللي لم يكن منهم كاتب كبير يعني. اسم كبير في عالم الكتابة والثقافة واثري. بنلاقيهم ناس ما لهمش علاقة خالص بالروايات وبالشق الأدبي وبالكتابات والمجموعات القصصية وغيره. ولكن عندهم موهبة وتمسكوا بيها. من كلمة أستاذة هناء النهاردة أقول لحضراتكم إن، وأكد على كلامها إن طول ما أنت عندك موهبة وما بتستغلهاش، ما بتنميهاش، ما بتكبرهاش، ما بتطلعهاش، أنت عندك مشكلة. هتعيش طول الوقت في حاجة نقصات لحد ما توصل أن أنت تشتغل على موهبتك وتنميها لحد ما تعمل لنا حاجة عظيمة زي هوامش بحجم المد. وليلي أول موضوع عندك كان إيه؟ كان ربعيات زجلية، اسمه كلام من القلب. وبعد كده؟ وبعد كده توالد بقى في مجموعة قصصية اسمها أحب فيك أنا. بعد كده تشكل أكتر من كتاب بين الخاطرة، مقالات يعني كده، وقصة قصيرة. السماء تشاركني البكاء، اسمعني اللي تراني، اخدعني ببراعة، في قيودك حريتي. ثم مصار إجباري اللي في إيدك ده قصص قصيرة جدا. خلينا نقل بقى عند مصار إجباري. مصار إجباري أولا شكل الكتاب فاكرين الحاجات اللي كانت تحط في الجيب دي بتاع زمان. نفس الشكل كده عجبتني الفكرة. وبحب الحاجات اللي ليها حجم مميز وتاخدك في حواديث. لما تفتح بقى مصار إجباري هتلاقي نفسك قدام قصص كتيرة جدا وأسماء كتيرة، إنسان، وشايا، كبرياء، عزيمة، كتير كتير كتير. طب إيه هي القصة؟ القصة عبارة عن صفحة. مش هتلاقي قصة بتتجاوز الصفحة قد تكون أو صفحة وشوية صفحة ونص بالكتير. قد تكون صفحة واحدة كده كلمات قصيرة تقريبا مش هتتجاوز 100 كلمة أو 150 كلمة أو هتلاقي حاجة بالشكل ده صغيرة جدا. القصص الصغيرة دي بتبقى من أصعب الكتابات اللي ممكن تكتبها لأنت مجموعة كلمات ولازم توصل رسالة. وليلي بقى الرسائل اللي كانت في مصار إجباري. هي فكرة التكسيف دي فكرة صعبة جدا. يعني فعلا أنك توصفي أشياء كتيرة بكلمات قليلة وتكسفي بكلام وتحمليه بكل المعاني اللي أنت عاوزها دي فكرة صعبة جدا. الفكرة أنا عموما كتباتي إنسانية. هي النفس البشرية بمشاكلها، بخلجتها، بالمعاناة اللي ممكن بتعنيها وخاصة المعاناة بتحركني أكتر. أكتر القصص عبارة عن كده. في جزء منها اسمه المقعد المقابل، مشاهد من حياة الناس. في الترامب، المشهد القصودي، ناس بتركب، ناس بتنزل وناس بتركب. كل واحد فيهم شخصيته وحكايته بتطلعي منه فكرة الظلم. الحق هو يعني أحيانا أنت بتعجزي إنك تنفذي مبدأك. مبدأك أنت لما بيجي على مصلحتك. وبيختلف مفهوم الحق في الحالة ديًا، وبتلتبس عندك الأمور. لدرجة أنت بتبقي زعلانة. الحزبة بتختلف. يا ترى أنا صح يعني سي قصة من القصص بتتكلم عن عارف عقود الشؤة لما يجي مقاول يبيع لشخصين. فالمحامي قاعد مع الشخص بيقوله إحنا عقدنا قبل عقد التاني. هو التاني دفع فلوس يعني الخصم اللي هو غائب. فبيقوله إحنا عقدنا قبل عقد الخصم ده وبتاريخ سابق. إحنا هناخد الحق. هناخد الشقة أو الشقة من حقنا. صح بالشقة رغم أنه كسبها. لكن هو في قرارة نفسه بقوله طب وهو زنبه إيه؟ هو زي وزي. أنا دلوقتي دفعت هو دفع وأنا دفعت. كوني أنا عقدي سابق ده يعني ده ما يلغيش حقه. ولكن يا ترى هو هيجي قايل ده أنت عشان أنا حقك عقدك سابق. أنا عقدي سابق وأنا واثق أنك دفعت الفلوس خد الشقة. لأ. هيتطر برضو ياخد الشقة. إحنا يعني بشكل ما بنظلم بدون ما نقصد. المعنى اللي عايزة نوصله. أحيانا مش كل حاجة بنعملها بتتوافق مع مبادئنا أو بنحقق فيها العدالة والحق زي ما احنا عاوزين. فبعد الأحيان إحنا بنكون شركاء في الظلم بدون ما نقصد. يعني مش بقصدية. الحاجات بقى من النواية دي. وهنا كمان لأ أبروك معاك يا أستاذة هناء للنفس اللوامة بقى. لما نقعد بقى نجلت في نفسنا أو نلوم في نفسنا بالنظرية أنه الحق موجود وواقع ومتساوي. هنا بتقولي أن في حقوق متساوية. لكن في أشخاص اللي هم أصحاب هذه الحقوق بدأوا يلوموا نفسهم بشكل كبير جدا على حقوق الآخرين. اللي هم ملهمش زنب فيها. بالزبط. ما قولك أنت بتحتاري. طب أنا مليش زنب. أوكي. وأنا كمان دفعت فلوس والعقد بتاعي سابق وكله. ولكن لا ينفي تعاطفي وإحساسي بالظلم للآخر ده. مش قادر. وكوني أنصفه رغم اعترافي بحقه. مش هنقدر. فمنقشة برضو فكرة التعود الإنساني في حالات الزواب. يعني بعد عمر اللحفة والعلاقة بتصبح إزاي. بتصبح عشرة. بتصبح التعامل بيكون إزاي. منقشة الخيانة. الخيانة الزوجية. منقشة المشاعر. الحب. العطفة الغيرة. حاجات كي أحكيت كتير. المختصرة. بس يعني وصلة مباشرة يعني. ده مصار إجباري. ومصار إجباري هيجبرك تقرأه من الأول للآخر. وهتمشي في المصار لعملته هناء عبدالهادي. أروح معكم بقى ومع أستاذ هناء عبدالهادي. لهوامش بحجم المتنة. أولا الغلاف. وبيلفت نظري دايما الغلاف. الغلاف في مشهد كده. في تفاصيل كتيرة جدا للناس اللي هتشوف أو هتقتني هذه الرواية. وليلي بقى حدودت هوامش بحجم المتنة. أولا كتبتها إمتى؟ وكتبتها ليه؟ كتبتها عشان عارفة بعد الثورة. حسيت إن إحنا داخلين على مرحلة تغير اجتماعي. رجعتني لمراحلنا للتغيرات السياسية. أنا كنت كل هدفي المردود السياسي على المجتمع. مش بنفكر أو بنكتب عن السياسة كسياسة. أنا عايزة مردودتها على المجتمع. الوجه الآخر للسياسة. فلما حصلت الثورة وتغيرت طبقات المجتمع. أفكاره، الخلافات، المشاكل أصبحت مختلفة. نظرة الأمن. حاجات كتيرة قوي تغيرت. رجعتني لثورة يوليو. رجعتني لأكتوبر. رجعتني للمفتاح الاقتصادي. كل الحاجات دي غيرت في حياتنا. يعني للمفتاح الاقتصادي دي كان من الحاجات اللي أثرت اجتماعيا جدا. ونفسيا حتى. لما الاجتماعي مؤكد أثر نفسي. غيرت طبقات بتاعة المجتمع اختلطت ببعدها. أصبح اللي كان مسألة عائلات ومسميات عائلية وعائلات كبيرة. لا أصبح الفلوس بقت بتساوي. خلاص اللي معاه فلوس بقى بيشتري الاسم بتاع العائلة وتساوت الأمور. بيشتري وظايف. دخلنا في طرق والتكوين المجتمع نفسه اختلف. أنا كنت عايزة نرصد الحالة دي. الحالة دي من أيام ما كنا في حرب 73. هزيمة 67 والحالة النفسية اللي أثرت علينا. مبادرة السلام. وجهة نظر الناس فيها. مش كل الناس وفقت. مش كل الناس اعترضت. الخلافات أنا كنت جايبها بقى من وجهة نظر مليش دعوا بالسياسة خالص. هي جاية هامش ولكنها شكلت أصبحت بحجم المجتمع في حياة البشر. أنا عملتها على المستوى الدولة كلها من ناحية السياسية والاجتماعية. وعلى المستوى النفسي للأشخاص نفسهم. فيها أحداث هامشية في حياتهم. شكلت حياتهم. وأثرت على مصرهم. بيكتشفهم مع الأحداث والصدام مع بعض. إنهم كانوا مخبيين أشياء في حياتهم. وفكرين. عارفة لما تنسكي. أنا بنقول الزاكرة دي. زي الرفوف. كانها مكتبة ولها رفوف. بتخلصي الموضوع بتجي رحل ركناه في الرف بتاعه شايلاء. موضوع تاني بتخلصي وتروحي ركناه في الرف ده. لما بيجي موقف بتستدع حدث فيهم. بتروحي بتلاقي الرفوف بتظهر لك. فأحيانا الرف فيهم بيضغى. بيضغى. ويضغى على فكرك وعلى زكرتك. ويشكل. بيمثل عقدة بيمثل. أيا كان الهمش ده. كان عقدة نفسية. كان حاجة شخص دفعك. ويسبب تغيير مصار حياتك. شخص أسأل لك. وبرضو سبب مشكلة. وبرضو غير مصار حياتك. موقف صغير يغير شخصية البني آدم. أو يغير حياته كلها. ممكن هو يفضل هو الشخص الوحيد اللي فاكر الحاجة دي. بس الناس من حوالهم الشايفة. ايوة. ما نقول لك هو لما بيحصل في الرواية بيحصل كده. إن هي البطلة بتقول. بتقول إحنا كل واحد فينا بيفكر إن الحدث بتاعه هو ملغي وعلى جنبه هو هامش. ولكن بيكتشف إن هو فعلا سجل مساحة كبيرة في حياته. وعمل تغييره ومشاف في سكة تانية. كتبتها في قد إيه الرواية؟ يعني نقولي سنتين وشوية كده. بدأت فيها إمتى؟ 2015. فيها طبعة 2018 و2017. العمل اللي جاي عندك إن شاء الله إيه؟ قصص قصيرة جدا ومجموعة قصصية للأطفال. زي مصار إجباري كده؟ زي مصار إجباري اسمها جسد جسد آخر. ومجموعة قصص اسمها سبع حكايات لدينا. قصص قصيرة جدا. قصص قصيرة للأطفال قصدي. دي أول خطوة في عالم الأطفال؟ لا كان لها مصرحية للأطفال. وعملت أشعار مصرحية وكتاب مجموعة قصة بس لوحدها للأطفال. على فكرة إن البنوتة كرهة اسمها ومش حبة اسم فاطمة. أنا فكنت عايزة نعملها كنت ناوي سلسلة. يعني مثلا الأسامي اللي هي البنات بتستنكرها. فبنقول لها أنت سبب اسمك ده إيه؟ وجمال اسمك ده إيه؟ ونجيب لها مثلا من صحابيات كان اسمهم الاسم ده. أو نساء كان لهم دور في الحياة. كان لهم الاسم ده. وإزاي لهم بصمة. وهكذا يعني بحيث تحب اسمها واتقرب منه. مجموعة القصص الأطفال. لا قصص لمرحلة عمرية عدادي كده. قصص إلى حد ما فيها تعليم. زرع أفكار إيجابية. عن إزاي تخطى الضعف النفسي. السقة في النفسي. التعامل مع المواد الدراسية. إزاي حبها. إزاي تعاون مع زميله. أفكار بقى على هذا المنوال. يعني بحيث أن ننمي النشء بطريقة نفسية سوية. أستاذ هنية حضرتك من اسكندرية. مش كده؟ أنا من البحيرة وقاعدة في اسكندرية. وعيشها في اسكندرية. الوسط اللي حواليك بكتاباتك المقربين. بيبقى رأيهم إيه في الكتابات؟ إيه الآرب ليهم؟ بيقولك إحنا بنحب أكتر حاجة إيه. الشباب بيحب القصص القصيرة جدا طبعا. وأساسا أنا عمليها لهم عشان نتواصل معهم. فكرة إن إحنا عايزين نشدهم شوية للقراءة. نشدهم للتفكير. يعني أنا ممكن تلاقي قصة. أنا سايبه له النهاية مفتوحة. أنت شغل. تشغل كل واحد فيهم. بيبقى جميل جدا لما تبص تلاقي حد. جاب لك نهاية جميلة. يعني مختلفة عن اللي أنت كانت في خيالك وقت ما بتكتبه. وده يجيب نهاية وده يجيب نهاية. الرؤى المختلفة للعمل بتسري. عايزين سألك على حاجة برضو. فضل. النهايات المفتوحة من وجهة نظرك وبعد هذه الخبرة في الكتابة. بتخلق إبداع جديد أو بتصنع كتاب جدد من القراءة؟ آه بتدي وجهة نظر ما بقولك بتدي رؤى جديدة. وبعدين ما بتحجريش. ما فيش شيء له نهاية مؤكدة. كل النهايات مفتوحة. ما فيش قصة لها نهاية وانتهينا. يعني البطل يتجوز البطلة. هو خلاص يتجوز البطلة. وماتوا وخلاص ينتقوا من الحياة. بالعكس ده بدأوا قصة جديدة. قصة جبيرة بقى كيف. حياة جديدة فهمة. يعني هي بداية نهاية لحظية. نهاية للحكية. لحكي ليكي بس. ولكن مش نهاية للقصة. فهو أنا بنتعامل مع الأمر إنه هو كده. يعني حتى في طريقة السرد أنا بنتعامل بطريقة عادية. يعني أنا بنيجي نتكلم معاكي. وإحنا بنتكلم نقولك آه أنت شفتي محمد. آه ده محمد. أنت عارفة إنه كان فاكرة صاحبه اللي كان معاه لتجوز فلانا. ده فاكرة مش أفهمة. التداعي زي ما قلتلك رفوف الزكرة بتستدعي زكرة. بتستدعي زكرة وهكذا. فأنا بنتعامل مع الحكي بالطريقة دي. لكن هما الأطفال الشباب بيحبوا القصص القصيرة جدا. دي اللي بي يعني أساسا بيقدروا يفتح فعلوا معنا فيه. أولا عارفة بيميز حضرتك أستاذ هناء إيمانك وصدقك في سرد الكتبات بتاعتك. وده من الحاجات اللي بتنجح الكاتب وبتقربه. إن أنت لما تقرأه له تحس إنه مؤمن قوي باللي هو كاتبه. ولما تسمعه تحس إنه مقتنع فعلا بالحاجة اللي هو عملها. أنا بشكرك وإن شاء الله هقابلك في العدد اللي جاي أو في المطبوع اللي جاي بإذن الله. الإصدار اللي جاي لحضرتك. ويكون فيه لقاء برضو حديث عن المجموعات القصصية وعمل الأطفال برضو هيكون شددني إن أنا أتكلم عنه. أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني الكاتبة والروائية هناك عبدالهادي. صباح الفل عليك ونورتيني. صباح الفل. بكمل مع حضراتكم هوامش بحجم المدن. بدوا حضراتكم إنها تكون موجودة عندكم. هتلاقوا فيها سربل لمصر من وجهة نظر صغيرة خاصة بأسرة. لكن إجمالا هتلاقوها وجهة نظر كبيرة خاصة بمجتمع كامل. ممكن يكون ناس كتير مننا ما اتطلعتش على التفاصيل والأبعاد دي. وعلى بعض الوقائع اللي ممكن تأثرت بشكل ما في تاريخ مصر. أنا بشكر حضراتكم على متابعة الفقرة دي. ونلتقي في الفقرة الأخيرة إن شاء الله بعض الفاصل في الفقرة الفنية. وهنسمع اتنين من أحلى الأصوات. النهاردة معاكم إنشاء الديني وطبعا استمرارا ووصولا إلى رمضان. إن شاء الله هيكون في حاجات روحانية كتيرة تعجب حضراتكم. خليكم معنا في صباح دريم. أحلى صباح في مصر.